اشتركوا في القناة امتازة اكثر من 10 كيلو متر سرعة الرياح حاليا 15 كيلو متر في الساعة حاليا هي شمالية شرقية راح تستمر في تقلب في اتجاهها بشكل ملحوظ خلال الساعة القليل المقبلة حتى يعني تقريبا نقدر نقول بعد المغرب راح تكون كوس وراح يكون احساس برطوبة فقط على المناطق الساحلية عبور السحب في صور الأقمار الصناعية خلال 48 ساعة موجود ويانة على المملكة العربية السعودية المنطقة الوسطى والغربية وايضا لكوية بعض السحب الخفيفة بين الحين والآخر راح تكون موجودة ويانة اليوم وباتر وايضا خلال الأيام القادمة تأثير مرتفع جوي موجود ويانة تأثير المنخفض اللي كان موجود في الأيام السابقة تراجع بشكل ملحوظ الفترة هذه راح يكون في تفاوت ما بين تأثير المرتفعات والمنخفضات راح يستمر ويانة هذا الأمر لفترة لحين استقرار أو نقدر نقول تكون وتشكل المنخفض الهندي الموسمي وبذلك تكون رياح البوارح وبهذا راح يكون استقرار ملحوظ ومستمر للرياح الشمالية الغربية يعني تقريبا تاريخ سبعة ستة البوارح راح تبدي مساء اليوم بدنا للرياح راح تكون متقلبة الاتجاه تقلب الكوس خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 إلى 26 كيلومتر في ساحة حساس بالرطوبة خفيفة المناطق الساحلية أجواء مستقرة درجات الحرارة تفعت عما كانت عليه في يوم الأمس وقبل الأمس درجات الحرارة تراوح ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية عبور لبعض السحب بين الحين والآخر أغلب المناطق درجات الحرارة ستكون متشابهة فيها باستثناء المناطق الساحلية شوي والجزر تتراوح ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية الرياح خفيفة إلى معتدلة البحر سيكون من 1 إلى 3 قدم بحشر بننله بساعات الصباح الرياح ستكون متقلبة لاتجاه تدريجيا تقلب إلى الشمال الغربي عبور السحب موجود والصغر المتوقعة تراوح ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية في أغلب المناطق عبور للسحبة الحين والآخر لكن فرص الأمطار ضعيفة منتصف نهار يوم الغد الرياح الشمال الغربية راح تكون منحوظة في اتجاهها وسرعتها أيضا وتبدأ تنشط تدريجيا وتكون من 15 إلى تقريبا 40 كيلو متر في الساعة في فرص من العصر تقريبا للغبار المثار على المناطق الصحراوية والمكشوفة ديروا بولكم مرتدين الطرق خارج المدينة من الرمال الزاحفة التي تتشكل أثناء الغبار وأيضا قد تعويق بعض الطرق وأيضا تراجع رؤية أفقية راح يكون وارد في المناطق الغربية من البلاد درجات الهوة راحوا إلى 39 درجة مئوية إلى 40 بعد الساعة الثلاث وتتراوح خلال فترة الذروة بالظاهرة من الـ 40 إلى الـ 42 درجة مئوية البحر في أولا راح يكون خفيف إلى معتدل من 1 إلى 4 قدم لكن تدريجيا راح يبدأ يرتفع الموج ويكون من 3 إلى 6 قدم نتمنى بالحداق يديرون بالهم مساء يوم الغد الرياح الشمال الغربية راح تنشط بين الحين والآخر من 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين الـ 34 إلى 35 درجة مئوية وعبور لبعض السحب بين الحين والآخر والبحر ما ننصح فيه مساء يوم الغد البحر من فترات الحمل مثل ما قلنا بداية راح يكون من 1 إلى 4 بعدها يرتفع تدريجيا يكون من 3 إلى 6 قدم المد الأول راح يكون بذن الله الساعة 10 و 16 دقيقة صباحا المد الثاني الساعة 11 و 23 دقيقة مساءا والجزر الأول ساعة 24 دقيقة صباحا والجزر الثاني ساعة 85 دقائق العصر نتمنى من أخواننا دائما الحداق يتابعون سرعة الرياح لارتفاطها بارتفاع الأمواج أذان الفجر راح يكون الساعة 23 دقيقة وشرق الشمس راح يكون الساعة 54 و 52 والمغرب راح يكون الساعة 6 و 38 و 30 دقيقة ومع غروب شمس اليوم راح يكون عدد ساعة النهار 13 ساعة 45 دقيقة والنهار مستمر أيضا ورح يطول عدد ساعاته الطقس المتوقع بإذن الله خلال أيام الخمسة القادمة الرياح باشر شمالية غربية خفيفة لمعتدلة في بدايتها بعدها تنشط تدريجيا توصل 40 كيلومتر في الساعة 42 العظمى والصغرة 30 درجة مئوية يوم الخميس رياح الشمال الغربية راح تكون في نشاطها أكثر وتصل 45 كيلومتر في الساعة في فرص الإغبار المناطق الصحراوية المكشوفة البحر من 3 إلى 6 قدم ما ننصح بالبحر من منتصف يوم الأربع وحتى يوم الخميس 40 العظمى والصغرة 30 درجة مئوية 43 في يوم الجمعة والرياح خفيفة إلى معتدلة شمالية غربية والصغرة 29 درجة مئوية يوم السبت الرياح راح تتراجع سرعتها أكثر وتكون متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بمقدار تقريبا درجتين 45 العظمى والصغرة 31 درجة مئوية ويوم الأحد الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 43 العظمى والصغرة 32 درجة مئوية بوجه عام درجات الحرارة تتفاوت ما بين 43 إلى 44 وارتفاع أيضا متوقع خلال الأيام القادمة وتتراوح درجات الحرارة ما بين 45 إلى 46 فصل الصيف ما بدل حد الحين أول أيام سيكون بـ 21 ستة نشرت الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدم حول العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة